موسيقى لسه مع حضراتك ومشاهدين والتاسعة وهو الاستحقاق الأهم والأبرز والأرفع في الحياة السياسية المصرية انطلقت اليوم العملية التصويتية للمصريين بالخارج من التاسعة صباحا طبعا حسب التوقيت الخاص لكل دولة حتى التاسعة مساء بنتكلم على حوالي 14 مليون نصري بالخارج مدعونا للإدلاق بأصواتهم بنتكلم على حوالي 137 مقر انتخابي في 121 دولة دلوقتي في هذه الفقرة هنعمل كده مع حضراتكم حصاد أو كشف حساب لليوم الأول حصاد للعملية الانتخابية لليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج اللي هي ممتدة على مدار ثلاثة أيام النهاردة ان شاء الله وبكرة ويوم الأحد مع ضفنا الكريم اللي منورنا في استوديو التاسعة الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي أهلا بك أستاذ إسلام أهلا بحضرنا أهلا بحضرك يا دكتور يعني بداية مشاهدات أولية طبعات أولية حضرتك طبعا يعني بعين الصحفي المتابع لهذا الحدث من الساعة التاسعة صباحا حتى الآن أبرز المشاهدات إيه؟ أبرز المشاهدات هذا الإقبال المبهر للمصريين في الخارج كالعادة المصريين في الخارج هم رأس الحربة آه ضربة البداية دائما من عندهم آه ده أولا آه يعني خلينا نقول أن الانتخابات بدأت في نيوزيلندا آه بحكم التوقيت آه وفرق التوقيت بينهم وما بينهم يعني في الشرق الأخصى آه نيوزيلندا آه أستراليا اليابان كبداية وآخر الصناديق تغلق فيه الولايات المتحدة الأمريكية يعني باتساع العالم وبعرض هذا الشرق إلى الأرض بامتداد الأرض فبنتكلم في 121 دولة بنتكلم في 137 لجنة موجودة آه موجودة في القنصليات والبعثات الدبلوماسية في السفرات في الخارج آه يوم بيعتبر المصريين هو صحيح استحقاق رئاسي وبتدلي فيه بصوتك بتعبر فيه عن رأيك بتختار المرشح الذي تراه الأفضل أو من تقتنع بمواقفه بآراءه ببرنامجه بأطروحاته ولكن وأيضا هو فرصة للتعبير عن تضامن المصريين خاصة في الخارج صحيح المصريين في الخارج لم ينفصلوا يوما عن الوطن الأم دائما حاضرين موجودين أيضا جسور التواصل ما بين الدولة وبمؤسساتها المختلفة يعني مش بس ممثلة في وزارة الهجرة لا يعني مؤسسات الدولة كاملة في تواصل كبير جدا مع المصريين في الخارج هم على أجندة أوليوات الدولة وعلى قائمة اهتماماتها هناك مميزات ومزايا بتمنح وتطرح من أجل هؤلاء الذين هم في الغربة وهم مصدر أساسي للموارد موارد اللي هي بنتكلم في الدولار وبنتكلم في العمل الصعب هؤلاء المصريين من الخارج هي مصدر داخل قومي كبير جدا هؤلاء انطلقوا اليوم ليقولوا للعالم كله أنهم بجانب دولتهم ده أولا رسالة رسالة أخرى بأن ما يجري في العالم نحن نرض عليه في صناديق انتخابات بمعنى؟ وده مشهد مهم كمان أستاذ الإسلام أن العالم يرى أنه المصري قادر على أن يختار من يريد فكرة الفعل الديمقراطي أن يقوم بنفسه بالتصويت بشكل مباشر لكن قبل أن نتكلم على المصريين بالخارج وعلاقة الدولة المميزة طبعا هم جزء لا ينفصل فكرة الخارج والداخل هم مصريين في النهاية لكن من أبرز ملوحظات مثلا عايز أخذ رأي حضرتك فيها الإقبال الكبير مثلا في دول الخليج الكويت السعودية الإمارات بالرغم أن النهاردة يعني الجمعة يعني يوم عطلة فيه إقبال شديد وتحديدا في المملكة العربية السعودية شفت بس إزاي؟ حالة استعداد زي ما قلنا حالة استنفار كالعادة بنعتبر ده نوع من من الاحتفاء والاحتفال بنعتبر زي ما بنقول كده عرص عرص ديمقراطي بنتكلم على فكرة المشاركة المصريين ما بعد 30 يونيو هم أصحاب القرار في بلدهم هم من يصنعون الحاضر وهم من يختارون كيف تتم صناعة المستقبل ومن يقود الدفة في المستقبل في فكرة مهمة جدا هنا رغم الأحداث الصعبة اللي بتعيشها المنطقة والعدوان اللي حاصل في غزة إلا أن ده يعني البعض نظر إلى هذه المسألة باعتبرها أن هي جانب سلبي قد يؤثر على عدم الإقبال أو كذا بالعكس يعني أنا رأيت النهاردة أني ده كان رد عملي واقعي بأن بداية بداية استقرار مصر باعتبار أن الاستقرار دائما في مصر هو الحل فكرة طيار الاستقلال هو الطيار الغالب وطيار اللي بي أنك أنت مع بناء دولتك مع أنك بتصنع مستقبل هذا البلد واستقراره وأمانه وقوته والحفاظ على مقدراته من خلال أنك أنت شريك في صناعة القرار في صندوق انتخابي ده بيرد إزاي فندم على الأصوات المشككة دائما فيه كده بعض الأصوات المحبطة التي تشيع حالة كده من الشكل دائم أنه لا جدوى لا فائدة كلام بنسمعه صوت من هنا وصوت من هناك أنه الأمر محسوم الدعاوة دي كيف تم الرد عليها بشكل يعزز من الحياة السياسية الديمقراطية لأن احنا داخلين على انتخابات تانية بعد كده في مجالس محلية وانتخابات برلمان وده مهم جدا بالتأكيد طبعا يعني هذه الأصوات هي قلة ومعروف من أين يعني هي قادمة من أين هذه الأصوات أصوات شزة وعارفين كويس قوي المصريين عندهم الوعي الكافي والإدراك الكافي بأن هذه الأصوات لا يمكن أنها تؤثر على قراراتهم أو اختياراتهم أو اهتمامهم ببلدهم فكرة فكرة أننا لا احنا رقم في المعادلة احنا الناخب المصري رقم في المعادلة وصوته مسموع وصوته يصل والفكرة هنا لا يصل فقط إلى صندوق انتخابي أو يصل إلى قيادات في دولته أو مؤسسات أو كذا لا يصل للعالم كله أن احنا كمصريين دائما مع بلدنا مع بلدنا بأراءنا بتنوعنا باختلافاتنا يعني بنختلف ولكن نجتمع على الوطن في النهاية وده المعيار الأساسي في أنك بتحافظ على مقدرات هذه الدولة وهنا بقى ثمن على فكرة طيار الاستقرار يا دكتور محمد طيار الاستقرار ده هو رمانة الميزان في هذا المجتمع ما عندناش فكرة الكتلة الحرجة اللي بتروحه وبتيجي هناك كتلة صلبة كتلة قوية متماسكة من 30 يونيو قد يكون هناك تحديات قد يكون أحيانا حلم من عدم الرضا أو ظروف صعبة بنواجهها أو غيره لكن بتظل فكرة الاقتناع بأن هذه الدولة في وقت الأزمات المواطن المصري في الصف الأمامي يدافع عن بلده مقتنع بأن الحفاظ على وطنه وحماية بلده هو أولى أولوياته في كل المراحل بالإضافة إلى أن فكرة أن المواطن المصري اللي أحد يوملي عليه صحيح إرادته هي حرة ووعية لا أحد يوملي على المواطن المصري أنت موجود وضميرك والصندوق الانتخابي في النقطة دي والسلام أثرتها نقطة مهمة جدا أنه من عوامل حتى اللي تخلي المصريين يروحوا وينتخبوا ما حدث مؤخرا في فلسطين يعني فكرة أنه شعر المواطن في لحظة ما أنه أمن القوم مهدد أنه ممكن يحدث ما لا يحمد عقباه زي ما بيقولوا في الحدود الشرقية صلابة الدولة المصرية موقف الدولة الراصخ والثابت في رفض أي سنديوهات خاصة بالتهجير أو غيره دي إشارات بتخلي المواطن لا أنا لازم أروح وأي إن كان من سوف أرشحه لكن لازم أشارك هقول لحضاك سؤال يعني طبعا مصر احتشدت عن بكرة أبيها قيادة ومؤسسات وحكومة ومجتمع مدني من تبرع بالدم إلى تبرعات تحالف الوطني وكل المؤسسات التي قامت بدور وطني وقومي عظيم في الفترة اللي فاتت ومصر أكتر دولة في العالم كله يعني قدمت مساعدات لأهلنا في غزة وهذا ليس منن ولا أزا ولا ولكن هو مسئولية وطنية وقومية نراها جزء من مسئوليات نتجاه أهلنا في غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام لكن خلينا نقول كمان يعني وقت أزمة غزة بعض الناس يعني كانوا طب إحنا هنعمل إيه طب إحنا عسين بحالة ضيق شديدة إحنا عسين يعني بقلة حيلة بالمعنى بالمعنى الشعبي وإحساس بالعجز عايزين نعمل حاجة عايز تعمل حاجة تفضل روح لسندوق الانتخابات وقف مع بلدك واختار اختار كما تريد ده هذا هو الفعل بالنسبة ليك كمواطن الاستنفار في عملية الانتخابات والاحتشاد أمام الصناديق وكذا أنت بتوصل صوت مصر كدولة إلى العالم كله أن هذه الدولة بمواقفها الراسخة بمؤسساتها القوية بنكلم على مؤسسات دولة ودولة قوية وقادرة وزي ما حدك قلت كان فيه سبات في الموقف وصمود في الموقف وتدرك في الموقف وحالة من الإصرار على حماية أمننا القومي في الأساس وعدم تصفيت القدر الفلسطينية إذن ما هو دورك؟ دورك الآن بخلاف التبرعات بخلاف أننا كلنا نتابع الأخبار كلنا خلف موقف وطني قومي واحد أيضا الآن هذه اللحظة التي تعبر فيها عن أنك بتحمي بلدك وبتحمي مواقفها اللي هي السابتة الوطنية القوية من المشاهد النهاردة فيه مشاهد كثيرة جدا المشاهد خاص بطقس سيء جدا برد شديد جدا يعني في لندن مثلا شفنا طهور قدام السفار من المشاهد كمان المهمة أنه في بعض الدول هنتكلم مثلا عن المملكة العربية السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية مترمية الأطراف ولا يوجد غير مثلا مقرين للانتخاب يعني في الرياض أو جدة فمساحة كبيرة جدا بيقتحها المصريين عن رضا شديد جدا أنه يوصل لمقر الانتخابات المشاهد دي الدلالتها إيه في رأيك يعني حالة الارتباط المصريين ببلدهم يعني ربما لا تجدها في آخرين عندما نسافر في الخارج يا دكتور محمد يعني أغلبنا بيسافر أنت بعد أيام قليلة بتشعر بحنين للوطن الغريب بتحس بغربة شديدة جدا هذا الارتباط العاطفي والوجداني بيتحول في وقت من الأوقات إلى سلوك وفعل هنا الفعل هو فعل سياسي والفعل السياسي هنا هو فعل محمود والجميع يحث على أنك تذهب صوتك لن يزيف أنت هذه الضمانة صوتك لن يتلاعب به أحد وبالتالي أنت تعبر عن نفسك تعبر عن رأيك بتصنع مستقبل لأولادك لأبنائك أنت ما كنتش متخازل في أنك تقف جنب بلدك وجنب وطنك أيما كانت المسافات أيما كانت العقبات أيما كانت الصعوبات نحن تتكلم في بريطانيا وفي النمسا وصقيع وجليد وكذا ورغم هذا في إصرار من المصريين على أنهم يتواجدوا وعلنوا يقولوا كلمتهم وهنا بقول أني ده يعني أكبر رد على حملات بقى اللي هما التشكيك والطاعنين والقلة اللي هي المعروفة ديت يعني وديت خارج حساباتنا الوطنية الحقيقة لا نلتفت إليها بالمرة يعني وأعتقد أن الفترة اللي فاتت كانت اختبار قوي جداً لنا كدولة ومؤسسات ومواطنين وقت الأزمات وقت ما نداء الوطن الجميع يلبي والجميع يلبي يعني بحبه وبشغف ويعني لا يعوقه عائق كما نقول طيب في المشهد الانتخابي أو في السباق الانتخابي نحن أمام أربعة مرشحين بعض المراقبين والمحللين السياسيين بيقولوا أنه الطابع الخاص بهذه الانتخابات 2024 وفيها هذه الفكرة من التعددية فيه برامج مختلفة بنتكلم على برنامج خاص يميل إلى الاشتراكية بعض الشيء الأستاذ فريد زهران الحزب المصر الديمقراطي حزب الوفد حزب الشعب المهوري إلى أي مدى ده بينعكس على دور الأحزاب في الشارع المصر السياسي وبيعمل على فكرة التفقيف السياسي بشكل كبير بشكورك على السؤال لأن ده يعني العقدة التي يعاني منها الشارع السياسي المصري منذ عقود وأنا الأوان أن هذه العقدة تفك ولن تفك بمجرد التنظير والمقالات صحيح المقالات والكتابات والبرامج والإعلام والندوات والمؤتمرات كل ده مهم لكن لابد أن تكون من خلال مؤسسات تمارس السياسة هذه المؤسسات هي الأحزاب الأحزاب هي يعني الفناء الشرعي أو الفلد المجال الطبيعي الحيوي لممارسة السياسة وليس غيرها وبالتالي إحنا مطالبين بأن إحنا ندعم التجربة لأنها لأول مرة زي ما حدتك قلت أن نجد مرشحين يمثلون الطائرات السياسية الكبيرة في مصر من يسار إلى لبراليين وبالتالي دي فرصة لدعم الأحزاب تقوية الأحزاب توعية الناس بدور الأحزاب وأهميتها وأن يعني عدم اقتناص الحزاب لهذه الفرصة يعني يؤجل عملية أن إحنا قدرتنا على مرسل الدموقراطية بشكل واسع وكبير بلا يجب أن إحنا كل مرة نقول نبحث يعني هل الأحزاب لديها مرشح رئاسي أو لا هل الأحزاب لديها كوادر قادرة على الترشع فرصة أنها تشتغل يعني يبقى لها حضور سياسي في الشارع لأنه كمان حضرتك إحنا أمام استحقاقات أخرى بالضبط مجالس محلية عندنا الانتخابات البرلمانية 2025 فبالتالي فرصة لممرسة النشاط والعمل السياسي حضرتك بتتكلم في انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ وانتخابات المجالس المحلية أو المحليات أنت بتكلم في ألاف الكوادر رحيح دي يعني الآن يعني أعتقد الفرصة السانحة أنك تبني كوادر تساهم في صناعة شباب لديه الوعي السياسي أنا بتكلم في الأحزاب السياسية وليس بالصدفة يعني نجد شخص أو آخر بيمارس السياسة لأن لدي قدرات خاصة أو بشكل استثنائي أو عن طريق الصدفة لكن لكن اكتشاف يعني ده ده دور الأساسي للأحزاب إن هي الأحزاب تكتشف الموهوبين من الكوادر السياسية وتدربهم وتأهلهم دي 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 القنوات الشرعية للموارسة العمل السياسي يجب أن تكون مفتوحة على الشارع مش عايزين الشباب يدوروا على على قنوات أخرى صحيح دي فرصة فرصة كبيرة فرصة كبيرة وأعتقد أن الإعلام مفتوح الآن جم أمام كل المرشحين سؤال أخير توقعات حضرتك ليه اليومين القادمين اليوم الثاني والثالث لتصويت المصريين في الخارج سيعظف المصريين أجمل نغمة في هذه الانتخابات في الخارج وسيكون مرضوضة هنا في الداخل إيجابي من رأس الحربة إلى آخر مواطن مصري هنا هيصوط في الانتخابات يوم عشر وإحداشر واثماشر أحلى كلام نختم به أحلى نغمة النغمة اللي يقول عليها أستاذ الإسلام عفيفي سوف يعزف البصريين هذه النغمة ويتردد صداها إن شاء الله في الداخل بدأ من يوم عشر ومرورا بيوم حداشر واثناشر الانتخابات المصرية بالداخل وتحية حقيقة لكل مصري وكل مصرية نزلوا النهاردة في اليوم الأول لتصويت في ظروف صعبة في طقس صعب في قطعوا مسافات طويلة عشان يصلوا إلى مقر الانتخابات أو المقر الانتخابي فتحية لكل مصري مارس هذا الحق وكل مصرية مارست هذا الحق الدستوري متوقعين إن شاء الله خلال الأيام المقبلة اليومين اللي جايين اليوم الثاني والثالث لتصويت المصريين بالخارج أقبال أكبر من قبل كل المصريين بشكر ضيفي الكريم اللي منورني الأستاذ الإسلام عفيفي نورتنا وشرفتنا شكرا في التاسعة وطبعا الشكر لحضراتكم جميعا وصلنا معاكم لختام التاسعة والتغطية دايما مستمرة على شاشة الأولى للعملية الانتخابية وانطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية 2024 2024 اشتركوا في القناة